اشتركوا في القناة في الحديث الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل احد الصحابة في رحلة الاسراء والمعراج ونحن نعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بجسده وروحه ثم صعد الى السماء السابعة ثم الى سدرة المنتهى ثم رجع الى الاقصى ثم رجع الى مك في هذه الرحلة العظيمة قال احد الصحابة يستفسر فيقول يا رسول الله هل رأيت ربك فقال عليه الصلاة والسلام رأيت نورا الله نور الله نور السماوات والارض اي نرى النور ولم يرى ذات الله سبحانه وتعالى فذات الله لا ترى الا في الجنة عندما ندخل الجنة باذن الله سبحانه وتعالى نرى ربنا فهو افضل نعيم على الاطلاق في الجنة فعندما نرى ربنا يوم القيامة هذا سننسى الجنة ونعيمها وحورها وقصورها وذهبها واكلها وشربها كل ذلك سننساه من نور الله ومن رؤيتنا لله اللهم اجعلنا وإياكم ممن يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وجوه اليومئذ ناضرة الى ربها ناضرة وهناك قال انها فيها النظرة وفيها النور لانها الى ربها ناضرة فقال عليه الصلاة والسلام رأيت نورا فأيها الإخوة الأحباب الله يقول في سورة النور سورة اسمها سورة النور يقول الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الشمس تستمد ضياءها وإشعاعها من نور الله القمر نوره من نور الله سبحانه وتعالى الدنيا كلها نورها هذه الكهرباء وهذه كل ذلك من نور الله سبحانه وتعالى ثم أنزل لنا القرآن نور وأرسل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نور وشرع الله نور والصلاة نور والوضوء نور وكل شيء في أحكام الله نور لذلك توجيه الله لك أيها المسلم ولي ولكل مسلم في كل زمان وكل مكان لماذا تتبع الظلام؟ لماذا تجعل الظلام في فكرك وعقلك وأخلاقك؟ اتبع النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى اتبع رسولك الذي هو نور من الله سبحانه وتعالى شرع الله نور فاتبعه وإياك والضلال وإياك والظلام الله سبحانه وتعالى يبين لك الطريق واضحا لماذا تمشي في طريق معتم؟ وربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا طريق المنافقين فيبين لنا أنهم يسيرون في ظلام ويوم القيامة وأنت تسير على الصراط فوق جهنم إلى الجنة بإذن الله تتخطى هذا الصراط إلى أن تصل الجنة تكون كلك نور لأنك أخذت النور من كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلحقك المنافقون فيقولون لك أعطونا من نوركم اسكبوا علينا من نوركم فيقول المؤمن قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بين المؤمنين والمنافقين بسور فالمؤمنون من قبل الجنة كلها نور والنار من قبل المنافقين كلها ظلام ثم يقعون والعياذ بالله في نار جهنم نسأل الله العلي العظيم أن نكون ممن اتبع النور الواضح الجلي الذي يحبه الله ويحبه رسول الله جعلنا الله وإياكم وهدانا الله وإياكم إلى الطريق المستقيم اشتركوا في القناة